موسيقى أنا سميت العائلية محمد التوزيني أمي زهابنت الدعيس الواضيلي باق محمد بالحج محمد التوزيني عشت مائلة مكونة متسعود وعشين وكشخص في إطالة سعود عشرين شخص فيها أخوتي ثمانية وفيها زوجات جدي معها عمومي هذه الحياة العائلية ونعيش نفضل وحلق يعني أقتلا بدك شي احتدت شي ثمان سنين والله عشر سنين هذه باش نكون موضحين بف الله العائلة متوسطة عندهم وكشت من الدعوة أما ما نبحث عنها قليلا كانت تزا العليا أمي زيادة اصدقت ثمانية وثلاثة وبتازى العليا أنت تزا العليا يعني أجبني وكانت لدينا تازا العليا وستفل المدينة الفرنسيس والمدينة المغابر في محلية كنا نعيش بمعامل لحليهود وذلك هذه هي الوضعية التي كنت لديها في تازاق وبالتالي كنا نشكل جود للأنواع بشعر تازاق الفوق في تازا العليا سكانت للمدينة وكانوا لا يتجربوا في قريش عشرة في ذلك الوقت وكان عنا ما يسمى بسوقين من هال الخميس ومن هال الاثنين كانوا يتخذون الناس اللي يتخذون من البعاء من البعاء ناس من التول من غياتها من الحيانة في هذه الحدود من كناسها ماشي من الحيانة الحيانة من تم مجهد بس كانوا يبيعوا الغلم ديالهم والبيض وكانت ديولار والناس يدخلوا في فرنسا ما كان حتى واحد اللي يدخل بطل بشي بحالة الوضعية الحالية اللي كنا نعيشه لا، الوضع كان منضم في فرنسا أكثر ما كان منضم الآن ما كان شوية ديال الفوضاء أنا عشت هذه الحالتين هذه الحالة وعشت المحالة الثانية اللي هو ديال الاستقلال باش كان نبغينا نقول من بعد الاستقلال كنت شوف الناس كي ضبوا بعديتهم البعض الهوم المخزنية شباكوني يحصلوا البيض يحصلوا الدجاج هذا ما كان وهذا أول من بعد اللي بغينا فيه التغيير باش داعت المقاومة ديال العائلة ديالكو والعائلات المغيبية من أجل إعطاءنا نفس لأنهم مكننا كنا قنافذوا الحياة ديال الحماية بشكلها الأساسي إلى جانب هذا حتى داستنا كانت ممكووناش 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 شأنش أن كل مغائبة ديالنا كان قدك شي ما كان غير المسيد ونزيدنا كل اكتم حتى الفرنسي ديالنا نقاو في المدعيس الفرنسية ونزيدنا في العصار ونزيدنا في العصار حتى أرجعنا المسيد هذه هي الوضعي اللي كانت كانت شدود مسدودين على عصار ضد فرنسا ضد حماية ضد هذا كل ما وأي حاجة ستتجد الجانب ديال فرنسا بمعنى فمعنى أنها الغزو التقافي هذا هو اللي كانوا كيفهموا في ذاك الوقت لم يتجد الجانب لذالنا نصر المقاومات والمقاومات والمقاومات من أجل الولدنات تغيار تقول الأسلوب آخر أو موضع الدراسة ونهد حقوق الماضي وعلى حقيقة الديمقراطية الحقيقية والمقاومات ونبعد فتكو أولاً بعد المسيد، نحن لم نعقل المسيد، كبوتنا لباس عليهم يلا قاونا عائلين، كانوا قيدوا الفقيق ويشاطوه ما فيها باسي التعافض القضية هكا كنا وقال لحسن الثاني في عام 80 قال إنه أخص الناس يجعل المسيد في ذاك الوقت لقوين، لقوين إما كبعناه، طبعاً إحنا ده با يمكن نقول كنا من الأعيان كانوا الأوربيين كي هضوا مع الوليد ديالي ويقولوا أولادكم بخصوم الدوم يقعوا هما كي آمنوا باللغة العربية وكيبتعدوا عن الغزو التقافي فقعوا فينا وقالوا يمشيوا لقوين ومشينا، ومشيت أنا وهاد سيد خالي ودخالي، احنا بثلاثة كنا التوزانيين محمد ومحمد 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 اه، الجايبة ديالنا هي اللي بغيت لحكي بالدفت كانت ما فيهاش بقاميش بقاميش تنوي أريق تاريخية، كان برنامج بحصور في الفيقه الإسلامي، في اللغة العربية، في النحو ودال إزايد صيح، في الشيع، في هذه الحدود ما كان عفو حتى تاريخ بلادنا عمنا ما قلنا لدورة الموابطين، ولدورة السعديين، ولو هذا ما عفنا حتى فيما بعيد مع العسف، هذا هو اللي كان في عهد الحماية كانت الأمور، وده كل الوقت، لما زر كان عقل، كانت تطيع باللحاج، وكانت باللعب العلوي، كي عودنا الشهادة بضل قوين، جميع القوين، اللي كيحكيها اللي كيحكيها ديالعاب، كيحكيها العمد اللي من بعد الشهو من دان الذي أنزل فيه القرآن ودالناس وكيشحو الصيام هذا هو باختصائي شديد هذا الوطني للقوات الشامية في العمق في العمق التائخي، بالنسبة لي لي، أنا ما عشت المقاومة كنت كهذا الشي اللي كانوا يعملوه المقاومين كانوا يقتلوا الناس ويتكافر على واحد لعب الله، ومتوعية الشهوية الطيارة، طافية، 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 السماء، ومشات هذا يقتل هذا، هذا يقتل هذا، كانت عندي تحفظ وكنت ميال باستمار ما يسمى بحزب الشعور والاستقلال وعلى الاطلاع واسع بكل ما كانوا يكتبها دكسي بطالب فهذه هي سبيل الديمقراطية، يعني الاسموعيين كانوا يدد فائل عنه أنا كنت ضد، ضد حزب الاستقلال وضد تصعفة جيش تحياة كلها لأنهم بالنسبة خرجوا على واحد العدد من الناس اللي فققواهم وتكافسوا عليهم خصوصاً من بعد ما جاء الملك، وما مش قبل، هذا هو المشكية، وهذا طافية بزاف، إذا كانوا يحفظون سياسة، ولكن في ذلك الوقت سياسة كانت معاملة مع حزب الاستقلال هالشي اللي كان، المنوّر فيهم، كانوا واحدة أبعاد لخمسة من الناس اللي هو المهديل، اللي هو عمر بن جلول، هذا بعد عبد الهديب والطلاب، وحدة أخوة، عبد الواحد العاقي، الله يحمل لي، مات مع عبد العزيز بن دئيس، وطفية اللي بدات حتى في هذه المقاومة وحتى المقاومة اللي يجيش تحامز، تصفى بعضياتهم البعض، وهذا المشكل خطيح، ولداليك كنت كنت نفقى، فين نمشي، كنت نحط سؤال على نفسي ونقول أي ناس اذهبوا من أجل تصحيح هذا الوضع، بعلماً بأنه ما أخذتوش من العائلة ديالي، هذا الشخصية ديالي المقاومة ونلاحظ، كنت نقول أنا مقاومة، 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 كل تائخ العالم العربي، كل شيء كنت نلقاه في الكتب الميسائية، ديال الطالعة، جرزيزيدان في داك الوقت العربي ديال الكويت، فعندما زل كان عقل على هذا الشيء، بمعنى أنه كنت نحمي، فعلاً، بغير باش نكونوا مزعمين، ومتنوعين وفاهمين اللي شيء ما كانش، إذن، كنت نبحثوا على وسيلة، هذه الوسيلة اللي فيها، فيها حزب الاستقلال، وفيها عدم التعدد، كانوا ضدها في ذاك الوقت، وما زل كان العقل، حتى الأستاذ الله يحمل مهدي بن باقا، حتى هو كان ضدها، ولكن تطوى، كان داك السعاء، كان العلام، وكانت الاستقلال، كانوا ينشعوا مقالات زوينة، بالخصوص، كانوا ينشعوا وكانت تطوى ديالو، ليس شراكة ديالو اللي دا في الطيق الوحدة، وهذا الشيء اللي يجلبني باش نمشي إلى الاتحاد الوطني للقوات الشبيه، قلت أنا غاد ينغمع بنفسي في هذا الموضوع، ما أخذت على حزب الاتحاد الوطني للقوات الشبيه هو أن الوعي الفكري لا يستطيعونها، كانوا مناضلين تعلن، ولكن كانوا مناضلين دالو صحب، ما شئ ديالو كل شيء، ما كان شوية شبهم مسدودين، أنا بديعتهم وربعا، لذلك، كي اخذك المجهود ديالك انت ديالك، تقاعد، تكوني، باش مشي بالاتجاه ديالالحزب، تكون عندك خاعدة، باش تعافش نوعو التوجهد الحزب، انت التوجهد الحزب بقع ما كتتعافوه، في صراع الفوق، وبيقول التحت ما كان حتى حجر، ما كتبال حتى شي حجر، وهذه المستهار، في المقتبرة الثاني ديالتحاد الوطني للقوات الشبية، بنيتحضى في 1962، كانت تقياد ديال المهدي بالنبقاق، اللي هو الاختيادتو يضعب عليه، وكانت تقياد ديالعبد الله يباهيم المحجر بن صدق، اللي يخلى وهذه التقياد المذهبي، وهو اللي غلبه، وهذه هو المشكلة لأنه، قد اقصى على الناس، سعاع سياسي ببينتهم، ولكن سعاع الأشخاص، ما شيف سعاع ديال الحزب كامل، بشكله، كانت كل شيء، بالنسبة لي لي، كان ناقص، شخصينا أنا كان حسى، أنا اللي كان نهضا على هذا الشيء، وقلت له، بما يتطور، مع العسف، هذا الدباء، أول ما أنا كنت نشوف المهدي بالنبقاق، وكنت في الحزب، كنت في الحزب، كنت في الحزب، كلفت من طرف الحزب، أنه نمشي، نتلقى المهدي بالنبقاق، اليوم الثلاثة، أو اليوم الثلاثة، ثلاثة، في السيتيام، ونديه التاهلة، لكي يديه اللقاء، أنا، فضلت، نمشي، في هذا الإيطال، يعني كان نحكي فيه، الانفتاح، وذلك الشيء، نمشي، نشوف المناظرين دي العزب، ونخذ من عندهم الإدن، ونقول لهم، مستعدين، يجي عندكم الأستاذ المهدي بالنبقاق، كي يديه مع أمه وحضر، وذلك الشيء، ونفضله ما يجيش، آه، لماذا؟ قالوا لي، وديرها كينا هنا، اسمي، واحد، واحد دكتور، ها؟ واحد دكتور، دكتاني فيها، الله يخلي، الخطيب، الخطيب، هذا الدكتور الخطيب، وهو كينا هنا، وما عندهم أغبقوا، وشايفين دكشي، ملغب، وحسن، ما يبغوش يموت لهم المهدي، هادر، هذا اللي قالوا لي، بالتبط، أنا طبع، ما عندي علاقة بالمهدي، ما قنعافوش، أول ما قنشوفه، ما قنعافوش، وشير شيء، طلعت الستيام، خليت السياقة، وطلعته، تلقي تلوية، ومشيت شبلا معها، ودك هذا شيء شوي، وقلت له، ها الموضوع، هاشنو كيقولوا ايفاقف تهلاق، وده بضع، انطلق يا رخاء، مشي له، نمشي، وقال لي، نمشي، خجل من نفس السيدي حازب، وم بعد قل لي، وصلني الستيام، هذا اللي كان، تجموع الجماهية، لأنه السكوان ديالتالا، او الاقليم ديال الحزب ديالتالا، كان تخوف، تقع شيء حديثة للمهد، ودك السعاية، هاللي كانت داولو شيء حديثة، وكان داياه، هذا على ضهر، قبل ما تخرجوا، ما تنسوش، تابونا وفلاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية،